بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة في كورس الفاونديشنز انجينيرينج تو هنتكلم على تصميم الريتينينج وول. احنا خذنا المرة اللي فاتت او الاجزاء السابقة تعرضنا للأحمال اللي هي معرضة لها الريتينينج وول. لكن ازاي نصمم بقى الريتينينج وول كايه? كمنشأ هندسي. الريتينينج وول التصميم بتاعه بينقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاول ان انت تبتدي تفرض ابعاد للريتينينج وول. والجزء التاني ان انا اطمن على بتاعته. والجزء التالت ان انا اصممه واطلع الحديد بتاعه. فالجزء الاول اللي هو فرض الابعاد بتاعته دي مش فرض قرآن يعني ممكن تزود عنها او تنقص عنها. المهم ان الجزئين الاخريين يكونوا مالهم يكونوا معي. فهو الفرض بالنسبة للجرافتي بنفرض الجزء اللي فوق ده من يعني او او اتش على اتناشر. لكن او من اتنين لبوينت مين ثري. طيب. ده الارتفاق بتاع الحيطة بتاعتي. ابتدي اقول له لو انا عايز احسب الجزء اللي تحت ده من نص لتسبعة من عشرة اتش ده في حالة لكن هنا من اربعة من عشرة لمين? لستة من عشرة. نفس الكلام برضك هناك هيبقى من اربعة من عشرة لستة من ايه? من عشرة. طيب السمك بقى. طبعا السمك ده هيبقى كبير عشان دوت جرافتي. فمن اتش على تمانية الاتش لستة. وهنا اتش على عشرة الاتش على اتناشر. نفسه برضك اتش على عشرة اتش على اتناشر. طيب. طبعا بيبقى غالبا الدبس ده هو الدبس ده. يعني ده هو هو ده. مع مراعاة ان يبقى فيه ميل عندي هنا الميل بتاعي بيبقى واحد لكم لتمانية واربعين. والمسافة دي لو كانت دي بي فبناخد هنا بي على تلاتة. لكن هنا بناخدها من نص لواحد مين دي اللي عندي هنا. بتبقى ازياد شوية. لكن الميل مازال واحد لتمانية وايه واربعين. المسافة بين او بناخدها من كده انا فرضت مين? الابعاد. طيب انا عايز اعمل ايه? لازم اعمل التشك على الاستباليتي. ايه المقصود بيه? ان انا تشك على وتشك على تشك على تشك على على والشارع والشير ايه والديب اول حاجة هنتكلم فيها اللي هي يعني ايه يعني انقلاب. يعني ايه انقلاب? يعني انا عندي الحيطة بالشكل ده. نتيجة الاحمال اللي جاي من السويل هنا تبتدي تلف حوالينا النقطة دي بالشكل اللي انت شايفه ده. فمفوض ان انا مصامم دوت مش على اساس ان هو يتحصل له انقلاب. فلازم نتطمن عليه. نتطمن عليه ازاي? ان احنا اول حاجة تجيب ايه الفرصة اللي بتسبب الانقلاب? سهلة جدا لو انت عندك هنا فبيبقى عندي هنا هنا هنا. الاتنين دولاد بيعملوا مومن تحاولين النقطة دي. ده في المسافة بتاعته وده في المسافة بتاعته يبقى تقدر تجيب بتاعك. طيب. السؤال بقى مين اللي بيقاوم الحاجات ديت? او ايه الاحمد اللي بتقاومها? الوزن بتاعي. وزن الطراب اللي هنا. مع ملاحظة ان انت متحطش هنا عليها. سيرت شارجج. يسر حطوه هنا هو تبعيد عنه هنا ا혀. يبقى انا عندي وزن الطراب اللي هنا. وعندي وزن ده وعندي وزن ده وعندي وزن ده. او ممكن تروح مقاسيمها كده. وتاخد وزن ده تضربه في المسافة مع الوزن ده. بالاضافة الوزن مين كمان? وزن الايه الشوية الطراب اللي هنا. بس انت لو خدت وزن الطراب اللي هنا. وطبعا ده كله بتاخد المومنت تحاولينا النقطة دية. لو خدت الوزن ده لازم تكتب في الملاحظات انه يتم او يجب ردم مين امام الحائط قبل الايه الخلف عشان انا خدته معايا في التأسير. خلاص يبقى انا قدر اطلع الام مين? الام ريزيستانس او الام ريستوري. خلاص. ايه القصة? بتاعك? هتبقى مومنت بتاعي على لازم ده يكون ماله اكبر من او يساوي مين تلاتة. لو تلاتة طلع تلاتة ونص ما فيش مشكلة سيف. طب لو اصغر يبقى اللي احنا اخترناها انصيف. لازم ابتدي اغيرها او ازودها. كده خلصنا الشيك بتاع والمرة الجاية هنتكلم على